هكذا يحب نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل انظر إنه يحمله في الهواء وإسماعيل يضحك وتجلجل ضحكاته قلب إبراهيم الأرض هكذا يركب إسماعيل على ظهر والده خليل الله ما أجملك من نبي وما أجملك من أب يعشق ولده لقد رزقه الله إياه بعد طول انتظار اللهم اصلح له في ذريته واحفظ إسماعيل لإبراهيم يا أمي يا أمي لقد ولدت السيدة هاجر ابنا لخليل الله إبراهيم لقد أطعمه الله وسقاه ولم يرد دعاءه ولم يخذله أمي سأنزل الآن إلى السوق لأدعو الناس لدين الله فإذا هاجمني أحد أو مت فلا تعزني يا أمي يا يوحى اذهب فلن يضيعك الله ولا تخشف الله لوم تلائم ونزل الوحي يأمر إبراهيم بالهجرة على أن يأخذ إسماعيل وهاجر معه وها هو سيدنا إبراهيم يخبر السيدة سارة بأنه سيرحل مع هاجر وإسماعيل تقول سارة هل ستتركني؟ يقول إبراهيم لا سوف أعود متى؟ قريبا إن شاء الله وهكذا ملأ الحزن قلب سارة التي ستفارق زوجها خليل الله وتفارق حبيبها إسماعيل والذي قد أتم في طامه بين ذراعيها وهي كأمه هاجر أحبته وتعلقت به سيدتي سارة ما هذا الحزن العميق الذي يبدو على ملامحك الجميلة؟ تقول سارة لم أتعود فراق إبراهيم فكيف وقد أخذ معه إسماعيل بعد أن تعلق به قلبي وتعودت عناي على رعايته؟ لا بد أن الله أراد خيرا بهذه الهجرة المباركة فكل حركاتي وسكنات الأنبياء خير من عند الله فاصبري واحتسبي يا مولاتي اقترب اقترب أفضل أنواع القماش عندي أنا اقترب إلى بضاعة إليا جور أيها الناس أيها الناس أعبدوا الله لا تشركوا به شيئا أعبدوا الله الواحد الأحد الفرد الصمد فالق الحب ونواه محي الموتة الذي خلقكم من ماء مهين أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أيها الناس أيها الناس إلى ماذا تدعونا يا يوحى؟ إلى ماذا تدعونا يا يوحى؟ أدعوكم إلى ترك عبادة الأصنام نترك عبادة الأصنام إلى ترك عبادة الكواكب إلى تحطيم التماثيل والآلهة وانتعلموا أنه لا إله إلا الله وأن إبراهيم نبي الله لا إله إلا الله وأن إبراهيم نبي الله ماذا تقول يا أحمق؟ لقد أفسدت علي تجارتي إنه كاذب فلا تصدقوه إنه مجنون فلا تقعدوا معه أنظروا يا أبنائي إلى قوة إيمان إبراهيم في كل ما حدثتكم عنه وثقته بالله تعالى أتذكرون محنة النار وكيف كانت بردا وسلاما على إبراهيم ومحنة سارة مع فرعون ومحنة لوط مع سدوم ومحنة إبراهيم مع أبيه آزر وأخويه ومحنة عقم سارة يا الله محن واختبارات كثيرة مر بها الخليل الإنسان في حاجة دائمة إلى العبودية لله ولكن الضلال والهدى والهدى بيد الله تعالى فمن الملوك من نزل عن عرشه واهتدى وسمع لإبراهيم ودعوته مع أن من أهله من كفر بدعوته وأين ذهب إبراهيم بعد ميلاد إسماعيل عليه السلام أمر الله إبراهيم بأن يهاجر إلى الجنوب بدعوته لينشرها بين الناس حيث بلاد الحجاز ويا لها من أحداث عظيمة تنتظر هذه البقعة المباركة ولقد علمت سارة بنبأ هجرة خليل الله إلى الجنوب وأخذت تبكي حزنا وألما وأخذت هاجر تبكي مثلها وليس لإبراهيم إرادة بعد إرادة الله تعالى سيذهب إبراهيم إلى بقعة مباركة من الأرض ليبدأ رحلة جديدة في مواجهة الكافرين وإقامة الحجة عليهم لم يكن أمام خليل الله أي اختيار فإنه الله لا مبدل لحكمه وترك إبراهيم زوجته سارة في البلد الذي ولد فيه إسماعيل وترك لها الأموال والخدم ولكن لم يكن هناك